من جديد أهلا بكم قالت مصادر حكومية يمنية معنية بشؤون اللاجئين أن أكثر من 35 ألف شخص نزحوا من محافظة عمران اليمنية جاء ذلك بعد يوم من اقتحام مسلحي الحوثيين محافظة عمران عقب قتال أودع بحياة أكثر من 200 شخص أغلبهم من المدنيين من جهته دعا الرئيس اليمني عبد ربا منصور هادي الحوثيين إلى الانسحاب من مدينة عمران كما اتهم قوة إقليمية بدعمهم في إشارة إلى إيران التقرير التالي والتفاصيل بث الحوثيون شريط فيديو يظهر القتال الدائر بينهم وبين القوات الحكومية اليمنية في محافظة عمران منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في 23 يونيو الماضي وهو القتال الذي أصفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وأظهرت اللقطات القصف والدمار الذي لحق بالمنازل والمباني وغدا تشتياح الحوثيين لعمران اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة بارتكاب فضائع وطالبتها بالانسحاب من المدينة اللجنة الرئاسية اليمنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في عمران قالت إن الحوثيين نقدوا اتفاق وقف إطلاق النار وارتكبوا أعمال عنف مروعة في عمران بينما قوبلت سيطرة جماعة الحوثي على عمران بردود فعل شعبية وعربية ودولية غاضبة وتسبب القتال في عمران في نزوح أكثر من 35 ألف شخص وعبر منصق الشؤون الإنسانية بالأم المتحدة في اليمن يوهانز فانديركلاو عن قلقه على مصير المدنيين في عمران وحمل كل الأطراف مسؤولية التأكد من أن المدنيين بمنأة عن القتال وأنه بمقدور المتضررين من الصراع لانتقال إلى أماكن أكثر أمنا ويمثل سقوط عمران ضربة قوية لحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي يحاول إعادة الاستقرار إلى اليمن بعد اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام ولمناقشة هذا الموضوع ينضم لنا الأستاذ خالد النسي الصحفي والمحلل السياسي سيدي أهلا بك نتحدث عن الفكرة التي تعتري رأس الحوثي من اقتحام مدينة عمران والسيطرة عليها هنا ما يمكن أن نقول سيد خالد أولا مسأل مسأل خير أولا تصويب أنا محامي ولا الصحفي أهلا شكرا للتصحيح الحوثيين لهم مشروع واضح وهو مشروع إقامة دولة على أساس مذهبي على أساس طائفي وهذا المشروع هو امتداد للصراع حدث بعد ثورة 1962 وانتهى بهزيمة التيار الملكي حينها وبقي الصراع السياسي والصراع السياسي تحول الآن إلى صلاع مسلح مرة أخرى بدأ في عهد الرئيس المخلوع وواصل طريقه من أجل استعادة النظام الإمام الذي كان يحكم اليمن وإسقاط النظام الجمهوري ولذلك لن يتوقف هذا الصراع بدأ الحوثيين مشروعهم بالحديث حول أنهم لديهم مظلومية المذهب الزيدي ويضطهدون في صعدة وأنهم يطالبون بحقهم في ممارسة معتقداتهم وفي تدريس المذهب الزيدي ثم مثلما رأى العالم أجمع خرج الحوثيين في حروب إلى خارج صعدة الذي كانوا يقولون أنهم يعتدى عليهم فيها وأنهم يدافعون أن أنتسهم إذن إلى أين يريدون أن يصلوا بالتحديد سيدان سي هي الطموح الحوثيين إلى أن يكونوا وريثين للنظام المخلوع إلى أن يحلوا محله ويكونوا هم من يحكموا ويعودوا الناس إلى ما قبل ثورة 62 طيب نتحدث هنا مع سيد نعمان المسفري الكاتب والمحل السياسي ضيفي في الستوديو سيدي أهلا بك هم فعلا يتحدثون عن وراثة الحكم السابق وضرب حكومة الرئيس الحالي في محافظة عمران أنا أرى وكل المحللين السياسيين نظرة حيادي لهذه الأمور على اعتبار أن الظهر الحوثية تمثل صدى ليس فقط مذهبي ولكن أيضا لمعاناة اجتماعية وواقع اجتماعي عام الكثير في صعدة منذ 62 ولكنها لا تمثل طيار معين يتعلق بالنظام السابق الإمامي على اعتبار أن المستقدات التي طرأت في الساعة السياسية والتطورات التي خلصت إليها هذه الحقبة التاريخية من 62 حتى هذه اللعظة أفرزت كثير من الأمور وقد أنه في خلل اجتماعي سياسي اقتصادي مذهبي نتيجة لهذه الهجومة التي حصل من المذهب الوهابي بمساعدة الدولة منذ أن قاء الرئيس علي عبدالله صالحي لصدد العكم في عام 78 وحتى السقوطه يقوم بين هلالين بداية انهياره النصفي لم توجد مساحة واسعة للمذهب الزيدي على أساس التمدد في عقر داره على اعتبار أن المذهب الزيدي له رقعة تاريخية معروفة وبالتالي جاء المذهب السلفي الوهابي لحلم حل وإضافة للجماعات الطفيلية والعسكرية فبالتالي ما حصل البارحة في عمران وقبل البارحة وسقوط عمران والتمدد الحوثي الآن أصبحت صنعاء قاب قوسينة وأدنى من السقوط لم يكنهم متواجدين الآن مئة الآلاف داخل صنعاء وفي مناطق أخرى مقاورة دليل على أنه في حقبة تاريخية تكتب فصولها من جديد حقبة تاريخية جديدة حقبة تاريخية جديدة المعاناة التي حصلت فيها الرقعة الزيدي خلال الفترة الماضية أوقد هو شاسعة ما بين الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي وما بين النخبة التي تعاقبت في نفس الوقت أيضا في القنوب نفس المأساة فلهذا تلاحظ أن العقيدة الموجودة إن كانت بين هلالين مذهبية طائفية من منظور الحادي في هذا التمدد الحوثي إنما هي عادل البيئة السياسية المذهبية الدينية السابقة وفي نفس الوقت في القنوب عقيدة أخرى أرجع إلى سيد خالد الأنسي سيد خالد يبدو أن هذه العقيدة المذهبية التي يجري الحديث عنها هي في إطارها السياسي تتحدث عن تغيير سياسي هنا نتحدث عن الجانب العنفي منها هل بالإمكان العودة إلى وقف إطلاق النار الموقع يونيو الماضي؟ أنا أولا نريد أن نعرج على مسألة الاضطهاد يعني لأنه أي حديث عن اضطهاد للمذهب الزيدي ورئيس الجمهورية الرئيس المخلوع من المذهب الزيدي ومعظم قيادة الحكم وكانوا موجودين وزراء وأعضاء في البرلمان وفي أجهزة القضاء وفي المؤسسات يعني هذه زي المظلومية الإسرائيلية التي يتحدث الإسرائيليين عن أن لديهم مظلومية بهذا المنطق إذن اليمن كانت يهودية واليهود من حقهم أن يطالبوا ويقولوا أن اليمن كانت يهودية والإسلام دخل إليها ثم يستخدم القوة لفر يعني اليهودية مرة ثانية في اليمن علينا أن لا نحدث مغالطات من هذا النوع والحديث حول المظلوميات لمذهب هو الذي كان يحكم في اليمن طيب هذه واضحة حتى نستثمر الوقت سيد خالد ما الذي سيجبر الحوثيين للاستماع لدعوات وقف اطلاق النار؟ الحوثيين لن يستمعوا إلى دعوات وقف اطلاق النار لأن مشروع الحوثيين واضح وهو مشروع قيام دولة وسيستمر في ذلك إلى أن توجد دولة بمقدورها أن تنتزع أدوات القوة من الحوثيين وأن تفرض عليهم أن يتحولوا إلى جماعة سياسية مثل بقية الجماعات إذا كان لديها أي مشروع فيما بعد ذلك بإمكانها أن تسوق هذا المشروع سياسيا وتقنع اليمنيين سياسيا بمشروعها أو بمذهبها لكن مشكلتنا الآن فيما يتعلق أن الحوثية وهذه الحركة حملت السلاح أو عادت إلى حمل السلاح بالأصح وأذكر هنا أنه مثلا سيد بدر الدين الحوثي كان من حارب الجمهورية في صفوف الملكية حتى هزمت الملكية ومثل الحديث أن القضية هي قضية مظلومية نعم وضحت الفكرة سيد خالد النسي المحامي كنت معنا من صنعاء شكرا جزيلا لك بثلاثين ثانية سيد مسفري لا مجال لحمل السلاح الطريق الوحيد هو السياسة وتجنب المدنيين إراقة الدماء هذا صحيح كان يفترض أيضا حالة لو كانت موجودة دولة قوية وحكومة قوية داخل صنعاء وأيضا العام الأقليم والدولي قد استطاع خلال الفترة الماضية من حل المشاكل القافة والعالقة الموجودة على الساحة السياسية سواء فيما يتعلق بالمظالم التي حصلت والاستعقاقات فيها الجنوب وإقامة الدولة التي ينادي بها بناء الجنوب خلال الفترة الماضية وهذا العنف والقهر الذي يمارس عليهم إضافة إذن للقهر في الطرف الثالي أنا أعتقد أن الحكومة الآن أو بين هلالين عبد الرب منصور في مؤسسة الرئاسة أصبح عبارة عن سندوتش غير قادر على حمل كل هذه المعضلات وحل هذه الاستخدامات وبالتالي لا يستطيع أن يحل المشاكل فالأزمة مستمرها سائرة إلى التصعيد شكرا جزيلا سيد علي نعمال المسفري الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول لسيد خالد الأنسي المحامي كنت معنا من صنعاء هكذا نطوي أوراق ملفات ونذكر بالعنوين تسعة وثمانون شهيدا في غزة والاحتلال يتحدث عن جاهزيته لهجوم بري مجلس الأمن يفشل في التواصل لقرار بشأن الأوضاع في قطاع غزة وعباس ينعل وساطة المصرية والأكراد يطالبون المالكي بالرحيل ويقاطعون جلسات الحكومة المركزية والقتال في عمران يشرد ألاف اليمنيين وهذا يدعو الحوثيين للانسحاب من المدينة انتهى ملفات إلى اللقاء